نبدأ من البرلمان، ماذا يحدث في برلمان بوحجة هذه المرة؟ أولاً هو موش برلمان بوحجة، برلمان الجزائر لأنه عندما تكلموا إعلامياً قلوا برلمان والتخليفة برلمان بوحجة أولاً هي هذه إزمة سياسية ولكن هذه إزمة البرلمان، ليس إزمة الجزائر هذه إزمة الأغلبية طار رئيس الجمهورية هذه إزمة الموالد، ليس إزمة الجزائر، لازم نحصرها في حدودها إزمة داخل ائتلاف الرئاسي، يعني الأغلبية اللي موجودة في البرلمان يظهر أنها قررت تنحية رئيس البرلمان أولاً هذا ممكن دستورياً موش توقع الوضع هذا ثانياً غير عادي في النظام الجزائري في تاريخ البرلمان الجزائري منذ البرلمان الأول من 64 إلى حد الساعة أكيد، ولكن إزمة في البرلمان هي لخلقة إزمة في البرلمان أما الآن لم يكن إزمة داخل البرلمان، إزمة مباشرة في البرلمان الاعتلاف الرئاسي، يعني الأغلبية طار رئيس الجمهورية قررت الآن أنها تحط رئيس البرلمان في الأمر الواقع هذا شيء جديد أصلاً في التعامل السياسي لأنه من نفس الأغلبية، هو من أغلبية طار رئيس الجمهورية سيد للزرحبية، تشوف باللي أنت سحب الثقة أو تعنت بحجة ببقائي في كرسي رئاسة المجلس الشعبي الوطني شيء منطقي، شيء عادي، وهو وارا كم يقولوا رام دخل كل قضايا اللي تجوز في المجلس الشعبي الوطني يدخلها في حيض لا، هذه تم أولاً لأتلاف الرئاسي، لذلك نقول لك لازم نرجع إلى سبب الأزمة هناك إزمة داخل الأغلبية على رئيس الجمهورية هناك إزمة داخل المؤسسات ورئيس المؤسسة، هذا عينه رئيس الجمهورية وفي آنين واحد رئيس جبه التحرير الوطني يبقى أن هذه الأزمة أنا أحسرها شخصياً داخل النظام أنا أؤكد على أن هذه إزمة المؤسسات التي تحكمها الأغلبية على رئيس الجمهورية هذه إزمة تنظيمية داخلية نعم، ولكن لما تكلموا على إزمة تقول أن هذه بالإتلاف الرئاسي وجمعات الأغلبية ولكن هناك نواب الأحرار، ما رأهم لا في الإتلاف الرئاسي وما رأهمش في أحزاب الأغلبية ولكن ما يمثلوش الأغلبية ولكن عندهم كذلك دخلوا في القضية، يعني القضية ليست منحصرة فقط في المجموعة الرئاسية ولكن المعارضة رفضت ونددت بكيفية هي أصلاً موجة تنحية وعدم تنحية لأن رئيس الجمهورية يعين رئيس البرلمان وفي نفس الظروف نحية الإشكال اللي يطرح لهم هو الإزمة عن مؤسسات نعم، لكن رئيس الجمهورية دستورياً لا يعين رئيس البرلمان ولا حتى عبر قراراته يقترح، قد يقترح في كل الأنظمة يقترح عليه ربما كرئيس حزب الأفانة لا، رئيس الجمهورية في كل أنظمة بما في ذلك في فرنسا أو في إسبانيا يقترح رئيس البرلمان داخل الأغلبية اللي موجودة في البرلمان مدام عنده راحة من ناحية الأغلبية داخل البرلمان قد يقترح، من حقه كذلك رئيس الجمهورية، سياسيين، أخلاقيين، تنظيمين من حقه أنه يقترح واحد وما يقترح واحد ثاني ولكن اليوم الأزمة هذه، هذه يعني نقول لك هذه إزمة الأغلبية على رئيس الجمهورية داخل البرلمان وإزمة عن مؤسسة مهمة، ووصلت حتى إلى الجانب، أنا قريت في صحفة، إن شاء الله ليس صحيح على الأمور اللي قريتها إن وزار شؤون الخارجية كلمة بعض الصفارات، أتمنى أنها لا تكونش تقطع أي علاقة مع البرلمان، هذا خطير يعني إقحام طرف أجنبي في إزمة عن مؤسسة جزائرية، هذا خطير يبقى كلام صحافة حتى الآن، يعني لم يتم تأكد من سعيد وإنجزة ليس لديه أي معلومة رسمية، أقول لك، المشكلة، شفت المشكلة ونوصلنا له إن الاتصال المؤسساتي، يعني ما ضعيف، يعني ما هذه هي طبيعته تضطر أنك تتعامل مع الخبر على أساس ما ينشر في الصحافة للأسف الشديد